اشتركوا في القناة وتقديراً للمكهود نتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول واحد تصنف المكونات المادية حسب وظيفتها إلى وحدات الإدخال أم وحدات الإخراج أم وحدات التخزين أم جميع ما ذكر الإجابة الصحيحة هي جميع ما ذكر الزاكرة الوامضة أم القرص البصري أم القرص الصلب أم الفقرة الإجابة الصحيحة هي الفقرة ثلاثة النافذة هي عبارة عن مربع أو الإطار يظهر على سطح المكتب عند فتح الملف أم المجلد أم البرنامج أم جميع ما ذكر الإجابة الصحيحة هي جميع ما ذكر أربعة هو البرنامج الأساسي الذي ينظم ويتحكم بكل العمليات التي يقوم بها جهازك بداية من تشغيله إلى فتح البرمجيات وغيرها أنظمة التشغيل أم البرمجيات أم وحدات الإدخال أم وحدات الإخراج الإجابة الصحيحة هي أنظمة التشغيل خمسة عند إضافة خصائص جديدة إلى جهازك يمكنك وضع الجهاز في حالة إعادة التشغيل أم إيقاف التشغيل أم سكون أم سبات الإجابة الصحيحة هي في حالة سكون ستة تعتبر الماسحة الضوئية من وحدات الإخراق أم الإدخال أم المعالجة أم التخزين الإجابة الصحيحة هي من وحدات الإدخال سبعة لتصغير النافذة وإزالتها عن الشاشة وظهور أيقونة البرنامج النافذة على شريط المهام نختار هل الشكل ألف أم باء أم جيم أم دال الإجابة الصحيحة هي الشكل باء تمانية مجموعة الأوامر التي يقوم الحاسوب بتنفيذها هي البرامج التطبيقية أم نظام التشغيل أم النافذة أم البرمجيات الإجابة الصحيحة هي البرمجيات السؤال الثاني وضح المقصود بالمكونات المادية للحاسوب هي أجزاء الحاسوب التي يمكن لمسها ومشاهدتها أذكر اثنين من وحدات الإدخال لوحة المفاتيح الفقرة والماسحة الضوئية السؤال الثالث وضحي من خلال الرسم مبدأ عمل الحاسوب أولاً إدخال البيانات ثم معالجة البيانات ثم تخزين البيانات والمعلومات ثم إخراج المعلومات بهذا الشكل ما الفرق بين الملف والمجلد؟ الملف هو مكان لتخزين البيانات وتختلف أنواع الملفات بحسب البيانات التي تحتويها فمثلاً هناك مستند نصي وملف صورة وملف صوت أما المجلد هو مكان لحفظ الملفات وترتيبها ويمكن أن يحتوي المجلد على مجلدات أخرى أذكر خطوات تشغيل جهاز الحاسوب رقم واحد تأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية موصلة بطريقة صحيحة اثنين اضغط زر تشغيل الطاقة في وحدة النظام ثلاثة اضغط زر تشغيل الشاشة أربعة انتظر حتى ينتهي الجهاز من تحميل برامج التشغيل الخاصة والمحددة في بدء التشغيل وبهذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس شكراً لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة